في ساعة متأخرة لكن بس هي انتشرت هي الموازنة انتشرت قبل لا تتناقش في مجلس الوزراء يعني مع الأسف هذه نقطة على المجلس الوزراء بأنها تسرب موازنة تخص بلد بأكمله تخص سنة اقتصادية وتنموية بأكمله قبل أن تمر على مجلس الوزراء وهذا طبعا المطلوب فيه تحقيق لهذا الموضوع كيف سربت وكيف ما الداعي لتسريبها لأن تسريب الموازنة كان سبب في رباك السوق العراقية رباك في الوضع المواطن العراقي والبعض يعتقد أن هذا التسريب متعمد استفادات كبيرة بالفعل البعض يعتقد أنه التسريب متعمد أنا أعتبر هذا التسريب كان التسريب متعمد لأن هناك الكثير من الرؤوس الأمال كبرت بصورة غير يعني انطلاق سريع فيها في حين أن هناك خسارات في البعض يعني السعر الصرف عندما أعلن بأنه 1450 في حين كان البنك المركزي يصرف على أساس 1200 على 1200 أو 119 لا كان السعر الرسمي بعد 1200 بالسوق وصل 136 تقريبا حتى وصل إلى أكثر من 136 صحيح لا يعني باللحظة التي نزل بها التسريب كان السوق 136 والسعر الرسمي 1200 يعني معناه أن هناك خاصة المصارف الأهلية يعني كان هناك فرق شاصع في هذا التسريب بذلك يعني إحنا نطالب بإجراء التحقيق لكيفية تسريب هذه الموازنة ما الهدف منها من قاموا بتسريبها